كل شخص فينا عنده تحديات وصعوبات مختلفة بوجهها بحياته تختلف من شخص للتاني كلنا مربوطين بماضينا بس منكون مبسوطين ومنتجين أكتر لما نتخلى عنه طبيعا نحس انه الوجع اللي عم نحس فيه بهاللحظة رح يرفقنا عطول وضروري نعرف انه حتى لو الماضي هو سبب أوجاعنا التخلى عنه ببلش من التركيز على اليوم ونفهم سبب صعوبات يلي حطنا بهيدا الموقف تنقدر نتحرر منه انت اللي عم تسمعني اليوم هلا بديك تمسك ايدك وتشد عليها بقوة لقد ما قادر تضاين عندلك تشد 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 جوات هيدا الكاف انت حاطت هيدا الماضي يلي ما عم تقدر تتخلص منه أما حاطت هالخبرية أما هيدا الشخص أما هالعلاقة يلي متعبتك بديك تشد قد ما فيك وبس تقدر تفتح كفك تشوف قداء انت ارتحت ما هيك دايما نتذكروا هالإكزامبل تتعرفوا انه وقتا رح تتخلوا من هيدا الماضي المتعب انتوا رح ترتاحوا يعني بس انتوا تشوفوا النتيجة يلي رح تصلولها انتوا رح تتحمسوا أكتر تشيلوا عن هيدا الهم عن كتفكن نفس الشي صدقني وقتا انت بتتخلص من هيدا الاحساس بتتخلص من هيدا الماضي بتتحرر منه أكيد براسك هلا عم تقول شو هيا الحكة شو هيا واحد ينظر على التاني لأنه ما حدا بحس بوجع غيره صدقني بعرف كل واحد منه قاطع بظروف صعبة بعرف كتير منيح انو الحكة هيا بس كل لي طلبتوا منك تحاول تفهم هالتجربة وبدأ اطلب منك كمان تخليها براسك راسك يلي تعب من حمل أكتر من طاقته المطل يلي اعتيتك يه منه إلا تشجعك تاخد القرار انه تفلت هيدا الخبرية مثل ما شفتوا على السوشيل ميديا كتير عدتوا اكزامبل الكباية مش الكباية نصف مدين نصف فاضي لا يلي الشخص يلي بيحمل الكباية أكتر وقت كل ما حملها 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 بعد فترة تتعب قيته يعني احنا في خبار وفي ماضي وفي تجارب صعبين اذا حملناهم كتير رح يطلعوا بصحتنا النفسية والجسدية ما بديكم تفكروا انو انا عم بقول انو كل انسان بيتعلم من أغلاطه انا اصلا هيدا الجملة مثل ما حكيتها بغير بودكاست ما كتير بفهمها انو واحد بيتعلم من غلطه لا ما في شي اسمه غلط بوقت تتصرفنا بهالطريقة لانو هيك كان احساسنا كان لازم هيك نتصرف احساسنا كله وتفكيرنا كله كان موجعه هيدا التصرف لاسباب باللوعي وباللوعي فما بديك لقى تتعلم من أغلاطك بالعكس بديك تاخد هالغلطة وهالتجربة وكيف بديك بديك ترجع تحسه وتفهم حالك ليه حتى تحالك بهيك موقف ما تلوم حالك ما تظلم حالك ما تلعب دور الضحية تنفس رخي حالك وقول لحالك انا نتيجة هيدا الماضي ماضي حلو بالاخر الحياة اوبس ان دون انا نتيجة هالتجربة والاحساس لازم حسسه متل ما قلتلكون بهيدا الوقت رح تنتخلص من هيدا الماضي واوجاعه والحقيقة رح تحررك انت رح تتحرر من هيدا الماضي كيف اول شي متل ما بقولوا بنا نركز على اليوم لانه اذا انا ضليتني فكر بالماضي رح ضلني الان رح ضلني معصب رح يتضل الأفكار وتروح وتجي رغم انه هيدا الشي فيكن تجيوا تقولولي انه انا تب ما بعرف كيف انا بوعى بفكر بهالتجربة بوعى بفكر بالماضي انه اوكي بدي ما فكر فيه بس انا بعدنا عم فكر فيه تب شو بعمل وبذات الوقت ما فينا كمان نفكر لبعدين لانه فينا نعيش كمان مثل قلق انه بركي رجع صار معي هيك بركي ما قدرت اتخلص من هيدا الشي بركي يعني نحنا الماضي والمستقبل بدون كمان يهدونا نحنا بنا نلاقي وسيلة زكية نقدر عن عنجد نساعد حالنا نصير احسن مع هيدا التجربة السئيلة علينا من اكتر الاشياء الشائعة يلي ممكن بمجتمعنا اما حوالينا الشخص ما يقدر يتخطيها هي الخيانة بعيش الشخص المنخان بالماضي وبعيش بصراع اذا كمل بالعلاقة اما لا واذا ترك بصير مش قادر يفوت بعلاقة جديدة وبصير حتى يلوم حاله بركي انه هو غلط التانق راح خانه وبصير مش قادر يتخلى عن الشك وعن الوجع طيب شو لازم يعمل هيدا الشخص تيتخلص من هيدا شي اللي تعبه اول شغلة بده يسأل حاله اذا هيدا الوجع مريح ايه اذا هيدا الوجع لوقت طويل بصير دمن شخصيته بحسسه بامان وكأنه هو متعود على هيدا الشي ليه ما انه قادر يتخلى شو عم بستفيد من تعلق بهايك شخص معقولة يكون عم بدرني معقولة يكون هيدا النموذج انا معودله بحب كون فيه عم بستفيد من دور الضحية ما عم بحل هالوجع العاطفة لان مجبور واجهه كيف راح تكون حياتي اليوم اذا انا بترك هيدا الشخص رغم انه هيدا الشخص عذبني اما خاني اما رغم انه هيدا الماضي انا بتمسك فيه تب بركي ما بعرف عيش من دون اما ما بعرف كيف اتخلص اما ما بعرف كيف انا واجه هالقصص سو بقول انا خليني ضلني هيك لان هيدا الشي مريحنا تاني الشي هيدا الشخص بده يعيش الحزن يعني بده يطلع احاسيسه بده يتشافه تواحد يشفه بده يحس الكبت الافكار والاحاسيس هولي كلن رح يعيشوك الماضي بعد اكتر لو شو ما كان هيدا الشي اللي مضيقك رح يعيشوكيها اكتر سو انا بدي صرخ بدي عيت بدي ابكي بدي طلع احساسي بدي قول انه انا موجوع بدي قول انه انا اضيقت فا ازان اول مرحلة بدي شوف انا من شو عم بستفيد شو الافادة من هيدا الشي انه انا تارك حالي مع هيدا الشخص اللي عم يقزيني اما انا تارك حالي معلق بهيدا الماضي وبهالخبرية وتاني شي بدي اعطي لحالي الفرصة حس بكل احسيسي بكل وجعي قول القوة هي انه انا طلع هالاحساس انه عبره هيدا القوة القوة مش انه واحد قوي وبنسه ويلا وبمشي لأ القوة هي انه انا احترم احساسي ووجعي لانه ما تنسوا بفترة معينة انتو كنتوا مبسوطين بهالعلاقة اما كنتوا مبسوطين بهالتجربة اما شو ما كان هاي الحادسة من الماضي كنتوا مبسوطين فيه سو بد احترم احساسي كمرحلة تانية هلأ ثالت شي في المواجهة اوكي كتير معقولة تقولولي انه انا كتير صعبة علي ولا روح واجه هيدا الشخص وقال له انه انا ضيقتنا ولا هيكسر معي يعني انا العب دور الضحية وروح انا اتهم الشخص التاني لأ انا المواجهة مش هيك قصدي رح قلكن شو قصدي بمواجهة بدي تشغلوا حياة خيلكون اذا ما نكن قدرين تروحوا تواجهوا الشخص التاني تتخيلوا بعد فترة انتو قاعدين مع هيدا الشخص شو كنتو قلتولو شو كنتو استنظرتو منو يقلكون شو كنتو غيرتو يعني انتو بتكون تعيشوا السيناريو وانتو عم بتعيشوه طلعوا هالأحاسيس بركي رح تتفهموا هيدا الشخص التاني انو كن عندو اسبابه وانتو برات هالاسباب واذا ما كنت قصة خيانة فيها تكون حيالة شي صار معكم بالماضي انتو متضيقين منو فيكن تحطوا حالكن ترجعوا بهيدا الموقف تواجهوا حالكن انا ليهيك اخدت هالقرار شو كنتحاسس بوقتها يعني بدي يواجه حالي يعني سامح حالي واعترف لحالي انو انا بوقتها هيك لازم اتصرف وهيدا ما بتقطع غير ما نحنا نفوت بالخيال تبعنا ونتخيل انو نحنا كيف كنا عملنا وكيف شو كنا منا نسمع من هيدا الشخص التاني اما شو كنا منا نسمع من حالنا وقتها وجهنا هيدا الحادسة يعني بدنا نتخيل انو نحنا قاعدين مع الشخص بمطرح معين يمكن هالمطرح عنده شي رمزة بعلقتنا نواجهه بمخيلتنا نحنا وعم نقل له بالحكة الغضب والوجع والعتب اللي بقلبنا هي خطوة كتير مهمة وفعالة تسمح لنا انو نسامح ونظهر كل طقتنا السلبية اوكي تجاه هيدا الشخص اما تجاه هيدا الخبرية اما تجاه هيدا الحادسة سو انتو كمرحلة اولى ما تنسوا انو بدياكن تعبروا عن احساسكن تاني شي تستعملوا خيالكن وتواجهوا هيدا الشخص اما تواجهوا حالكن بهيدا الخبرية اللي هي مواجعتكن تقدروا تتخلوا عنه نحنا من بعد ما وجهنا حالنا وجهنا هيدا الشخص التاني بخيالنا اما بالواقع صرحنا حالنا تصلحنا مع احساسنا بدنا نتحمل المسئولية وهيدا الشي كتير حالو ما بيعني تعيش بزنب مش انو انا بدأ حس بالزنب اما عيش الضحية اما انا حقق عليا لا بس انو انا وقتا اتحمل المسئولية بارتاح على الايه اللي بعرف انو انا مسيطر على هذه القرار مسيطر على الحادسة ياللي صارت يعني انا قلي دور بياللي صار وقتا اتحمل المسئولية بكون انا عم خفف من دور التاني اما دور الخبرية اما دور الوجع لانو انا كنت مسئولة وانا مسيطرة عليهم واخر شي نحنا بدا نتقبل انه في قصص ما فينا نغيرها انه بنا نظهر من كلمات كان لازم وشو كان صار له وياريت ما عملت هيك قبل لانه هو لي عذاب نفسي يعني هول كلمات انه ياريت بوقتها كان لازم وشو كان صار هو لي بنا نلغيه من قموسنا بنا نقول نسامح حالنا نحنا مسؤولين بمحل معين على هالتجربة مسؤولين عن هيدا الماضي انا اذا ما بتصالح مع حالي انا ما رح اقدر افتح هيدا الكف ورح ضلني موجوع وبيدي شوف انا شو عم بستفيد انه ضلني ماسك هيدا الكف هوني هوني من اشتغل انا شو الافادة تضلني متمسك بهيدا الماضي اللي عم بيوجعني تحب وجع حالي اما ما بعرف عيش برات هيدا الوجع اما ما عود انا عيش بهيدا النموذج انه انا لازم اتوجع ولازم ضلني متعلق بماضي عم بيوجعني هول النقط اذا بتعدون مع حالكم بتكررون بتفهموا شو قصدر بتقدروا بكل سهولة تطلعوا من هيدا الماضي بس دايما بقلكم ما تنسوا انه واحد ينسى الماضي مش يعني يتم احسيسه دايما تذكروا انه مهم تعبروا عن هيدا الوجع لان هيدا اول خطوة تقدروا تظهروا من هيدا العلاقة الماضية اما من هيدا الوجع الماضي